كابتن أبو الدهب الأزمة كابتن مجدي قال الاتحاد الكرة والربط كابتن رضا قال لك إن قدرت المسابعات برضو في نفس الصيق بتاع الكابتن مجدي هل هو ده سبب الأزمة ولا لو ترجمناها قلنا أن الأندية هي أقوى من اتحاد الكرة خلينا أقول لك بصراحة إسلام الأندية تحكم في مصر يعني فيش حاجة أندية كلها ولا أندية معينة أندية معينة بتاعكم في مصر وبتفرض رأيها على القرارات أنا بيقول لك إزاي مين الناس كلها عارفة مين لكن أنت زي ما قلت لكابتن مجدي أنا بقول لك إن المنتخبات أهم من أي حاجة مش معنى أنت بتأجل للأهل وإزاي مالك ما تشاهد لو إزاي مالك بالتلفون أنا أجل للمطش ده مش عالعب المطش ده ما تأجل لمنتخب مصر أنت بتأخذ حال النهاردة المتحد الكرة صحي من نوم ليه إن أنت عندك بطولة باريس أولمبياد باريس أكيد الراجل قعد مع الناس والمسؤولين والناس اللي مسؤولة في اتحاد الكورة عن الرياضة الكورة في مصرات كابتن حازم وكابتن بركات وعارف إن أنت هتاخد ثلاث لعيبة أو أنت محتاج ثلاث لعيبة وأنا من وجهة نظري لاختياره حتى لمحمد النني إن الراجل مش عاوز حد ده النني بقى له فترة ما بلعبش يعني حتى لك من أساسي في الأرسنال ولا موجود فالراجل تلع إلى إليه فاضي لأنه مالوش نادي فالنادي بتاعه مش هيرفض إن هو يروح لكن أنا المسؤول عن شغلنا دي كلها إسلام أو عن اللغبات اللي حصلة في الكورة المصرية هو اتحاد الكورة اتحاد الكورة النهاردة ما بيدرش هم مستخبين ما همش موجودين حتى في الأزمات حتى لما أنت بتتكلم على أزمات أسلام مش اتحاد الكورة اللي بيحلها يا إما الوزير يا إما يا إبا أحمد دياب فالناس دي اللي موجودة هي اللي بتحل أزمات كتير جدا في الكورة المصرية حتى لما بتتكلم زي المالك كابتال رضا باتطفق معاه لجنة المسابقات هل النهاردة لجنة المسابقات ما راعدش إن انت عندك بطولة مع المنتخب الأولومبي عنده بطولة مهمة في أولمبياد باريس الفترة اللي جاية إن انت هتشارك فيها محتاج لعيبة كتير جدا ده حتى انت ما عملتش استعداداتك أسلام إن انت تروح تأدي بطولة قوية النهاردة لما انت بتكلم على منتخب المغرب الناس دي بتفرح بالتشيرت بتاع منتخب بلدها عايزين يلبسوا التشيرت منتخب بلدهم ويشرفوا بلدهم النهاردة انت بتاخد لعيبة أنا من وجهة نظر انت بتاخد لعيبة كبيرة عشان تقوي المنتخب الأولومبي لكن أنا أنا كنت أتمنى إن الميكالي كان ياخد اللعيبة اللي هم صعدوه تعبوا معاه وشأيوا معاه من التصفيات ووصل للبطولة دية على أساس يحريزها النهاردة انت محتاج لعيبة تلعب وجهه جديدة تصغل للمتخب مصر هتكلم في القايمة وهتكلم في القايمة معاكم في الثلاثة كابتن مجدي كابتن عبدالد دفع واحدة بمعنى إن اللي لي رأ يتكلم علشان احنا عندنا لسه في الأهل وفي الزمان وفي حاجات كتير